ما عندنا شغل أما بالإمامة ما عندك شغل مولان مثل قضية الشعائر مولان تريد تتكلم ما تريد تتكلم تتكلم أما تمس الشعائر هذا مسن مو بالتوحيد هذا مسن بكذا وكذا أمامكم ولهذا تجدون هذه الظواهر الانحرافية في الشعائر مولانا يوم على يوم تزداد عندنا مولانا اسمعوا انظروا الآن وبحمد الله تعالى طبعا احنا انا بيوديها الاخوة يلتفتوا احنا قبل ثلاثة اربع سنوات في الكوثر قلنا وصرخنا على المؤسسات الدينية انه الشعائر اذا لم توضع لها ضوابط يوما على يوم هذا يصير بيها مولا شايفينها بعض الخلايا تنقسم شون تنقسم مولانا تنقسم بمتواليات معددية متواليات هندسية مولانا يوميا عشرات الظواهر تطلع بعنوان الشعائر الحسينية اللي ما انزل الله بها من سلطان بل كثير منها اللي لم اقول اكثرها بل كثير منها مخالفة للضوابط الشرعية ومخالفة للسيرة ائمة اهل البي ومخالفة نصوص القرآنية القطعية ومخالفة للأهداف التي من اجلها جاءت نهضة الامام الحسين انتو ارجعوا لهذا احنا ذكرنا في الشعائر قلنا لابد من توفر شرطين في الشعائر الشرط الاول ان تكون منسجمة مع الظوابط والموازين الشرعية التي من اجلها ماذا التي من اجلها قام هذا الدين هذا اولا وثانيا ان تكون غير منافية لأهداف وحركة الامام الحسين وان لا يلزم نقض الغرض اللي الان كثير من هذه الشعائر واقعا تجدها ما هي منافية يعني كلا هذين الشرطين غير متوفرين فيها لا هي منسجمة مع الموازين الشرعية ولا هي منسجمة ماذا مع الاهداف الحسينية بل تضر الهدف الحسيني بل تبعد الناس وتنفر الناس عن الحسين وعن اهداف الحسين شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قناة